موسيقى السلام عليكم أعزائي المشاهدين أجواء حارة وغائمة جزئيا وننتوقع حالة من عدم الاستقرار خلال الساعات المقبلة ونشاط في الرياح الجنوبية الشرقية قد تزيد سرعتها عن 70 كيلومتر في الساعة مثير الغبار على بعض المناطق لذن نوه مرتادي الطرغ السريعة لأنهم يديرون بالمتناء القيادة من تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من ألف متر وأيضا ارتفاع الأمواج لأكثر من سبعة أخدام وفرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق ولكن أعزائي المشاهدين نتوقع استقرار بتدريجي بعد منتصف الليل إن شاء الله وتخف الرياح إلى 35 كيلومتر في الساعة أجواءنا في شكل عام الليلة قائمة جزئيا وحارة نسبيا وأيضا استمرار لرياح الجنوبية الشرقية منتوقع تحولها إلى شمالية غربية ابتداء من يوم الغد تكون خفيفة لمعتدد السرعة في شكل عام تتراوح سرعتها ما بين العشرة إلى 45 كيلومتر في الساعة مثيرة الغبار على بعض المناطق خاصة المناطق المكشوفة اليوم الغد وأيضا أعزائي المشاهدين درجات الحرارة العظمى متوقع لأيام المقبلة متفاتة ما بين 45 إلى 47 درج مئوية بالنسبة للصغرة متفاتة ما بين 28 إلى 35 درج مئوية وأيضا أعزائي المشاهدين نتوقع ارتفاع الأمواج لأكثر من سبعة أقدام وانخفاض في مدى الرئيس الأفقية لذا نوه مرتادي البحر والحداقة تأجيل أي نشاط بحري خلال 24 ساعة الغادمة أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية ولكن ننتقل للزملاء بعد الفاصل اشتركوا في القناة